أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية لسيما ذات الصلة بالأمن الغزائي والقطاعات الحيوية في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن جاء ذلك خلال استقبال رئيس عبدالفتاح السيسي وفدا يضم رئيسي شركتي وهان الهندسة الصينية وبالستير الإيطالية والعاملتين في مجال الأسمدة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا يضم رئيسي شركتي وهوان للهندسة الصينية وبالستير الإيطالية العاملتين في مجال الأسمدة وكبار المسؤولين بالشركتين وذلك بحضور الفريق أحمد الشزلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عامي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء الدكتور إيهاب عبدالسميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيمويات الوسيطة والمهندس وليد لطفي رئيس مجلس إدارة شركة بيترو جيت صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استرادة تعاون الجاري مع الشراكة الأجنبية العريقة المتمثلة في الشركتين الصينية والإيطالية للبدء الفوري في إنشاء المجمع الصناعي الثالث لإنتاج الأسمدة في العين السخنة الذي يأتي استكمالا لنجاح إنشاء وتشغيل المجمعين الصناعيين للأسمدة الفوسفاتية والمركبة والأسمدة الأزوتية بالعين السخنة ذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أشاد خلال اللقاء بالتعاون الجاري مع الشركتين في ضوء علاقات الصادقة المتميزة لمصر مع كل من الصين وإيطاليا موجها بمعصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي كونها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي أوضح السيد الرئيس أن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية لا سيما ذات الصلة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن وشدد السيد الرئيس كذلك على موصلة جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في مصر لا سيما من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة بالاستفادة من القدرات الإنتاجية والتجرالية المتقدمة لدى كبرى الشركات الأجنبية على مستوى العالم